السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوان انا عبدالحق ايتبلحسن كنت ختم فهذا الشركة ديال سيبيجة اس كوكاكولا من ركس كتر من طمس العام يعني ديال العمل يعني بكل نزاهة وبكل صدق كانت تفاجأ يعني بالشركة كانت تقوم بالطرد التأسوفي ديالي بعدما تم تفاق ملف يعني يعني بأدلة وبدلائل يعني لا أساس لها من الصحة ودفعت الملف في القضاء اللي انا متأكد يعني انه غادي ينصفني بحكم الدلائل وبحكم الادلة اللي كانت توفر عليها وانا متأكد ايضا ان القضاء المغربي غادي ينصفني لانا تقتي فيه كبيرا كما انني كانت توفر على دلائل جديدة اللي كانت اكد يعني بشكل جازم البراءة البراءة ديالي اه الاخوتي هاتشي ماشي يعني غريبة لها الشركة فانا كنت كانت منه يعني تسنع على الاقل يعني القرار ديال القضاء قبل ما تقوم بالطرد التأسوفي ديالي ولكن مع الاسف لا ادنى لمن تنادي فمع تونيش يعني احتفر سندف على راسي وقاموا بالطرد التأسوفي ديالي وهاتشي ماشي غريبة يعني لها بحالات الشركة دي فالعرفنا انها كتمنع العمل النقابي على المستخدامين ديالها ولعرفنا ايضا انها كتلتف حول مسارح الشغيلة فيعني غان نقول هاتشياء عادية يعني كنشكر يعني المنطمة الديمقراطية تشغل على السندة والمعاظرة ديالها كنشكر جميع فئات وأطياف المجتمع المدني يعني اللي واقفة معايا كنشكر سغيلة سيبيجي عيش على التعم المادتي والمعنى وديا لهم انا دخلت في اعتصام واضراب مفتوحين كتر من كتر من العشرين يوم هذي ونستمر في هذا الاضراب وفي هذا الاعتصام مفتوحين وهذه نساعد ونزيد نساعد الى ان نأخذ الحق ديالي ونتمنى منكم اخوتي تسندوني تقاضروني توقفوا بزني بفاد المحنة ديالي والله سبحانه وتعالى المستعان والله ولي ونصير المظلومين لا تنساش تابنى فلاشين وتاكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هذ براس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة